عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة جهود إعداد استراتيجية تنمية الصناعة واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية التي تليها الدولة لقطاعي الصناعة وتصدير مؤكداً الاستمرار في تنسيق الجهود بين الجهات المعنية من أجل الوصول إلى المستهدفات التي حددتها الدولة والتي ترتكز على تعميق الصناعة المحلية والوصول إلى مستهدفات المئة مليار دولار صادرات وخلال الاجتماع تم تأكيد على ضرورة الانتهاء من إعداد استراتيجية تنمية الصناعة في أسرع وقت على أن تتم متابعة تنفيذها بشكل دقيق وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أهمية سرعة صرف قيمة دعم الصادرات وكذا تأكيد أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة والعمل على سرعة بدء تنفيذ هذه المبادرة المهمة وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تشكيل كيان يختص بالتعامل مع ملف المصانع المعطلة